تحناه الزغادير بين ايديه وحطها فوق الكرسي وتم خارج من الباب وقفت كتشوف ولدها عطيها بظهر وغادي من بعد ما سم معها كلام كيف سم ما قدرتش تستحمل ان ولدها يبعد عليها بسبب واحدة هي بغات ليه غير مصلحته كيف خرج مع الباب وما بقاش كايبان وهي تم غادة جهة الباب كتشري وتعايت بسميتها الصخر ولدي رجع حسيت براسها فشلات ورجليها مبقى وش هزينها وهي الطيحة لطولها في وسط الدار غايبة على الوعي نات سيراش كيجريل عندها وقلس على ركابيه وهز لها راسها كيضرب لها بوجهها ما فاقتش هزها بن ايديه وداها لبيتها فتح الصخر باب الطموبيل وجايهز غادير بقي حطها حتى وقتات عليه الاف وقالت الصخر خالتي طاحت مغيبة وهي كتعايت عليك عافك رجع إلى فاقت وما لقاتكش غادة تأزم صحتها هارف عندها الضغط وما خستهاش تنفاعل دير على عينيه وتفر بالجهد حس بإيد شدت في يده وهبط عينيه لقا غاديرك تشوفيه بعينيها اللي كيبريه وبالدموع قالت صخر رجع عند مواك هي دابة محتاج عنك سير شوفها واعتادر منها وخيوقع اللي وقع ما كانش عليك تغوت عليها عافك رجع عندها ما تخافش عليها غادة نعيط لسيف ايجي ليا رجع سد الباب دير الطموبيل وهي الغادير ودخل الفيلا طلع بيها الفوق وفتح باب بيته ودخلها وحطها فوق النموز قالت صخر خليني نمشي مع السيف حتى تطمأنع لما ما كوجي لعدي قال لها صخر ما غادة فيه هادرتي ما نبقاش نعودها فين ما كنت غادي غادة تكوني حدايا نمشي نشوف الوالدة ونرجع عندك خرجوا صد الباب ووقف قدام باب بيته موه وحط ايدو على البوانيه فتحوه ودخلشها في جهة السرير وهي تباليه مسطحة وسيراج قالس جندها ضروا خاطروا ما بغاش يشوف موه في هاد الحالة وتكون بسببه هو قربوا قلس حداها وشد فيتها وهزها باسها قال ليه سيراج شربات دواها ونعسات ما شي قصحتي معها شوية قال ليه صخر راكو شي داز على عينيك شفت سيراج كون قالها لها شي حد آخر وقدامي نقتله والله حتى نقتله الوالدة ما كانش عليها تجرحها شنودا بها هي كل شي مني أنا قال ليه سيراج كتبغيها لهاد الدرجة وهو يقول سيراج اكتب تمو خارجين بجوج وغادين في الكلوار وقال سيراج فينا هي دابا قال ليه سخر وانت مالك ادخول صحة هذا سيراج قال لي اديتيها لبيتك اعطى الله لبيوت ادي لبنت لبيت الديار حتى تزوج بيها ونعسها في بيتك قال ليه سخر اديها في راسك وهو يقول له سيراج هاديك البنت مسكينة غير تزرفاتش فيك وصافة لا زين لعقلية واحتل ثانك مبري منك افتح باب بيته ودخل بانت ليه غادير نعس على جنبها ومستائدها طلح داها وعنقها من لور وقبل شعرها قال ليها بهمس سمحي ليه كانت فايقة وسمعته شنو قال ونزلت دمها على نفها وهي كاتمة صوتها من ليه خرج قبيلة وكيف سد الباب وهي تطلق العينان الى دموحها بكات بحرقة وكلمات رقية كي تردوا لها في وديها ضربات على صدرها اللي كيدرها وضربات في رجليها اللي ما حاستاش بيهم فين ما كانت شي ديكرة سيئة استحضرات هاديك ساعة وقاع الأوجاع رجعوا عليها بغاة تنط تجري وتحرب من كل شي وتبعد وتبقى بوحدها حتى تبرد حرقتها ولكن ما يمكنش لها ما كان ليها غير تبقى في بلاستها بحالشي حاجة جاندة فين ما حطتيها غدا تبقى أسوأ شعور ممكن يحس به الإنسان هو العجز وغدير وصلات لواحد المرحلة اللي على حافة الانهيار لو ما كانش صخر كانت نهارت واستسلمات وفاش حستات بالباب تحل الظاهرات باللي نعصى وما بغاتش يشوف دموحا وعينيها الباكين باركة عليه غير اللي وقع لهم هالأمة يالو بسباب ها هي تمنات كن ما رجعتش للمغرب ولا يوقع هادش وتحط في هاد الموقف وبعد مدة نعصات بالأحضان صخر اللي بدوره كان كيفكر وراسه بغيت تردق دايزت تلت أيام وكلش هاد بيدو صخر كل مرة كيدوز عندهم ويطل عليها ويقلس معها شوية هادرت معها في القياس وباين فيه باقي مقلق منها ولكن كيتعامل معها عادي غادير كيدوز معها معظم وقته كيياكل هواوياها في البيت ويعاونها ويقادلها تدوش ويلبسها ومغرقها حب وحنان كيتفرق معها غير فاش كيمشي المركز يطلع للخدمة كيف غادة ومكلف عمر ومراد بأغلب الخدمة وجاي ومجديد كانت ناعسة وغارقة في أحلامها حتى كتحس بقبولات على وجاهها في عينيها ونيفها وشفاياها حلات عينيها وكيبال لها صخر قال ليها مباركة من هاز البارح ناعسة مع الدجاج ومخلياني كنحنجي لراسي فاقت غادير وفترات هي وصخر ومشال خدمته وطلبات هي من الخدمة باش تنزلها للجردة تبعت بيها الخدمة الكوزي هبضوا لتحت وخرجتها من الباب الكوزينا للجردة شكرتها غادير وقالت لها غير تمشي لشغالها أبقيت غادير كتدور في الجردة وتستنشق الهواء بانت لها واحد البلاسة فيها قليصة ودايرين بها حبيقات فيهم الورد عجباتها وتمات غادة لها كتدفع في الكرسي غير شافت أم السخر ومعاها شي وبنت تكون قدها في العمر وقفات في بلاستها ورواحت النفطة وهم ما شافوهاش وقلصوا في ديكالقليصة والخدامة خرجتني هوم القوة غادير حطات إيدها على العجلات بغت ترجع حتى سمعات كلام جمد لها الدن فعروقها رقية عزة الثنجان ورشفات منه وهي تقولي مستحيل تزوج بيها والدي وعارفة باينة كيشفق على حالتها ومن اللي زيرته باش يتزوج بغي يحاكسني وقال لي يا غادي تزوج بيها حيت عارفني غدا نرفض ونقلب على فكرة الزواج وغيتفك مني أنا غدا نهدر معاه ونقول ليه باللي تراجعت وما بقيتش نجبد ليه حس الزواج حتى يتفك من ديك البنت وديك ساعة نرجع نهدر معاه في هذا الموضوع وإلى صبرتي تأكدي باللي يستخر غادي يكون ليك أسيل قالت بحظة باينة فيه كي يبغيها وهي تقول لها رقية قلت ليك كيشفق عليها حتى أنا بقيت فيها ولكن ما يمكنش ولدي الغالي تزوج بيها غادي يضيع وأنا مرضاش ليه بحياة محاقدة بدل يعيش حياة ثوجية سعيدة وهامية ابقى واحل مع إنسانة هي خاصها اللي قابلها ويعتاني بيها ماشي العكس بغيت نشوف حفادي من ولدي صغير وشكون عرفني باللي تقدر تولد ليه وللا كانت كل كلمة نطقات بها رقية كالتغرس في قلب غادي ربحل خنجر ألم كبير كي يعتاصر قلبها حتى ما قدراتش باقي تطلع النفس دارت بالكرسي وغادة بسرعة ما بعلها غير لاب بيسين كدامها هو اللي غادي يخلصها من عذابها تلاحت هي والكرسيها في لاب بيسين بدون تردد هبطات التحل والفقاعات كي يخرجوا من نفها ما حاولاتش تقاوم وتطلع للسطح سرحات إيديها مستسلمة ومرحبة بالموت حط صراج طموبيل وتم داخل مع الباب شاف أمو أسيل قاسين في الجردة وشير ليهم بيدو ودخل مع الباب طلع الفوق ودخل بيت بولدو هو اللون هزدو كيبوس فيه ووقف فيه قدام البالكون كيلعمها لاح عينيه للخارج وهو ما يخرجون من المنظر اللي شاف كيشوف جسد فتاة طالع فقلمة وشعرها منشوف وإيديها مفتوحين ومقلوبة على كرشها حط ولدو في بلاستونزل كيجري في الدروج وكيدعي ما تكونش اللي على بالو تلاح فلا بيسين طلبها كيشوف فيها ولا تزرقى وما كتطلعش النفس امشا منو اللون وجرها بيدو وطلعها وطلع وزرحها مقادة وبدأ كيديرلي هالإسعافات الأولية إيلا ما تدس أكيد صخر غديح معك سراج حط إيدو على صدر غديره كيورد وكيحزن ووالو وما كتنفش ما كانش عنده خيار أخور حلها فمها وهبط كيديرلي هالتنفص الاصطناعي وكيدعي الله ترجع بعد من اللي حس بيها تهزات وتحطات وخرجات الما من فمها كيف تحت عينيها عن نقها بلا ما يشعر اهزها وطلع بيها الفوق وحطها فق الناموسية وعيت على الخدامة جيت بتدليها حويش هالي فازميه وخرج من البيت واخدت تليفون ودوز الاتصال للصخر اللي جاوبوه على وجه الصرعة بحالة يلاحظت باللي شي حاجة وقعات كيف قال لي السراج غدير طاحت فلابيسين حيث ما عرفش باللي لاحت راسها اقطع علي الصخر وخرج من المكتب كي يجري اركب في الطموبيل وتحرك سايق بسرعة خرج من الطموبيل وخلى الباب محلول وطلع طاير في الدروس حل البيت كينهج وشافها ناعسة في الناموسية ومغمضة عينيها مش هي كي يجري عندها والخوف الباقي راكبه شدها من دراحة كي يحرك فيها حتى فتحات عينيها وشافت فيه جرها عنده وعنقها بكل قوته وصدروك يطلع ويهبط مزير عليها ومحاش شعنا راكبه فكرة انه يفقدها هي اللي ميقدرش يستحمل هزات ايديها فاشلين وعنقاته بدورها وزيرات عليها كشات راسها بعنقه تاد عينيها وكتسنشق ريحته هزات راسها وفتحات عينيها اللي كانت عليهم نظرة مكر مخيفة كتحرك ايديها على دهره وتشد قنيجته بطريقة متملكة وعلى وجهها ابتسامة جانبية مرعبة بعدها من حضنه وحط ايديها لخدودها كي يشوفي وجهها بحضن ما هزاتش عينيها فيه قالت غادي عيق بيها كيف قبل حسات بيها تشفيفو على جبهتها وطبعكو بالحنينة فرحات بهاد المعاملة وهد الحنان الفائل اللي جاي من جيهته واخا عارفة باللي ماشي موجه لها ولكن قابلة به غيري مستهوي ضمها وتحس بيه جنبها باحتش فايفو انتق بصوت كله خوف واهتمام قال ليها كيفاش وقع ليك حتى تحتي بلا بيسين علاش خرجتي مل فيه كون وقعت ليك شي حاجة شنو كان غادي وقع فيه شافها غير حادرة راسها ومهزاتش عينيها فيه حت سباعو تحت قناها بغي طلع ليها راسها حارفات وغير غيشوف عينيها غادي عرفها والتفتح ولكن صوت الباب اللي تحل خلاه يسحب يدو ويدور يشوف شكون وبالليه سيراج داخل من بعد ما اطمأ النوع لها خرج وجوش من بعد ما خرج الصخر حلات عينيها وتكاعدات بدات كتدفع فرج لها حتى وصلت لجنب السرير سمعت الدقان وهي ترجع تضحات حتى سمعت الخدامة كتقول لها باللي جابت لها الأكل شفتها خرجة وهي تعيط عليها قالت ساندي شوفي وهي تقول لها الخدامة نعم قالت ساندي آجي قربيل عندي راه ما كان عالش قربات عند هالخدامة معشبة من الطريقة باش هضرت مهاها وهي تقول لها نعم ما مضموذان قالت لها ساندي فين احنا خدامة استغربات وقالت كيفاش ما فهمتش ساندي قالت وانتي قولي فين كينين احنا دار من هادي الخدامة قالت لها دار بن يازيد استيسي راجو استيسخر والمدام رقية ساندي قالت ايوهاك كاك قوليها من الصباح دابة انا في دار حبيبي وفين عايشة عقوزتي ولوسي وضحكات وهي تقول لها الخدامة كنت سمعت باللي استيسخر خطبك ولكن معدك شي اللي وقع كل شي قال رهجابك هنا غير ضد فمو باش ما تزوجوش بهديك الاخرى ساندي خرجو عينيها وقالت هاديك الاخرى شكون هادي شنوقع اعاودي لي بالتفصيل المميل خدامة قالت ما نقدر نقول وان واختي غادي تشبد لي استع قالت لها ساندي اجي قرب الخدامة علانيتها قربات عند ساندي اللي غير وصلات لعندها وهي تشدها من شعرها وجبداتها عندها قالت لها ساندي قاعدك شي اللي سمحتي وعارفة غادة تسرسريه دابة ولا نشن شنمك وانا مختكش يلا تلقيني بدات الخدامة كتعاود بالله لا يطره لها علشنو وقع نهار جاب صخر غدير قاعد الخدامة كانو كيتصندو وحاضي نشنو وقع ذاك النهار ساندي كتسمع وكتزيد تزير على شعر الخدامة حتى بدات كتدمع عليها قالت لها الخدامة عافك يا لالا تلقيني داك شي اللي عارفة عودتولي كل دفعتها ساندي بالجهد وقالت لها سيري جيبي داك الكورسي ديالا نحس مشات الخدامة وجابتو عوناتها حتى قلسات فيه وخامحها ملاش وكتحس براثها مربوطة ولكن خاسها ترد قطعة وخاهت شي موقعش لها هي وغادير ما كتهمهاش ولكن القضية فيها صخر ومو بغت زوجه بشي واحدة اخرى وهادي هي اللي عمرها غدا تكون لي هون واللي قربت ليه غدا تقطحها اطراف وهي حية خرجتها الخدامة من البيت وغاد بها في الكلوان وقالت لها صافي سيري في حالك شوية وهي تشوف مرنت وسطة في العمر خرجت من واحد البيت لابسة كلاس وغادا جهة الدروش رقية حسات بشي حد موراها ودارت تشوف شكون وهي تباليها جالسة في الكرسي وكتشوف فيها عكس آخر مرة ما هزاتش فيها العين خنزلت فيها رقية ورجعت دارت مكملة طريقها وهي تقول لها ساندي عندكم نفس العينين دارت رقية تشوف فيها وهي تقرب عندها قالت ساندي عينيك زويني بحال ديالو قالت لها رقية بعجرفة كيف طرحتها شرفتينها من نهار دخلتي لدك البيت ما بقيتاش خرجتي منها قلت لحية في وسط داري قالت لها ساندي ما تخافيش هاديك المعقدة مو حال خلاتو يقيزها ضحكات وقالت عكسي أنا كون ما هاد الإعاقة متلح عليه منفلتوش رقية قالت صدقتي مزعز عمل الفوق الله علا ولدي فاشطاح شافت فساندي باحتقار ودارت حتى ترجلها في الدرجة اللولى ما حسات غير بشي حد تفحها فقدات توازنها وتكركبات مع الدروج ما زجات حتى الدرجة اللاخرة راسها في الأرض ورجليها معلقين في الدروج وجهها وراسها عامرين بالدم ورجلها ملوية كتشوف فيها ساندي من الفوق وعاجبها الإنجاز اللي دارت بالي هالمنطر لتحت لوحة تشكيلية ضحكات ضحكة عالية ودورات كرسيها راجع البيت ودورات كرسيها راجع البيتها دخلات البيت وغير سدات الباب وقلسات كتضرف رأسها وتقمش في وجهها استعداداً لما جاء السخر السخر من بعد ما شاف الشخص اللي تصل به ارجع على وجه السرعة باش يشوف غادير اللي باقي مشطون من جهتها وصل للدار والقالومبيلونس واقفة قدام الباب خرج من التو موبيل مخلوع حتى بينوا ليه جارين موف باياس وكل هاد معيات مشي كي يجري عندها شاف قناع الاكسجين على وجهها وبدأ كي ترعد من درها زعزه بعدوه وطلعوها للإسعاف وزادو بسرعة ابقى واقف وسط الطريق مصدوم شوية طلع للطومبيل ديالو واتبع سيارة الإسعاف وصل السبيطار ودخل وقالوا ليه بيلي الأمة ديالو في غرفة العمليات وحالتها صعيبة ابقى واقف على أعصابه احتخلط عليه سيراج ومرجو دازوا ساعات وعاد خرج الطبيب وطمئنهم عليها الدربة ما كانتش باليغة عال جورج لها اللي تهرسات وخرجوها وحطوها في غرفة أخرى دخل عندها صخر وصيراج وبقاوا معها الشحار وكلها واحد طال عليه الخز من الحالة اللي وصلت لها الأمة يارهون وكيفاش وقع لها حتى طاحت من الدوش ناد الصخر بس لها راسها وخرج ودوز اتصال للفيلة جاوباته الخدامة وسولها على شنوقع جاوباته باللي احتحد ما شاف أشنوقع وكيفاش حتى طاحت قطع وقرر رجع للفيلة يشوف براسه شنو كاينه ويتماءن على غادير اللي بالو باقي معاها خددتوا موبيل ومشاديري قبل الفيلة غير وصل وتحلات البوابة بغا يدخل وهم يوقفوا عليه ثلاثة ديال سيارات الشرطة نزلوا عدة رجال ومنهم ضابطين كيهرفهم صخر مزيان ووقفوا كيشيروا لي ههبط حل الباب وخرج وتم غادي عندهم وخاشي ايدي في جيابه ووقف قدامهم ووجه هدرتوا الواحد قال ليه الضابط سامير شنو سر هاد الزيارة وجايب معك تياف قاع سامير قال له باستهزاء جنهار كالضابط بن يزيد سخر باستهزاء احتهو قال له وايلي سامير جبط المينوت كيلعبيه في ايته وقال ليه الضابط سخر انت رهن الاعتقال وهو يقول له سخر اياه وبقاش منتو مبس سلمة سامير بوجه مبتسم قال ليه انت متهم بقتل الينا صديقتك السابقة سخر قال ليه ومالك فرحان عندك مذكرة الاعتقال جبط هاد الضابط لاخر وبرها ليه وقال ليه سخر هادي المرة دائرين خدمتكم على اكمل وجه متلي هم يدوا قال ليه يلا سر بينين شوفوا هاد الفيلم احتهو خاصني نرجع عندي ما يدار سامير كيدير له المينوت وقال له ما تكون شواطق براسك لهاد الدرجة مو حال واش تخرج من هادي وخا تكون العقيد بنفسه القادية فيها مواطنة بجنسية امريكية سخر التازم الصمت وطلع اللور في سيارة البوليس ادعوه لمركز شرطة من غير ذاك اللي خدام فيه دخلوه لغرفة الاستجواب وكل شي بقى مصدوم فشافوا الضابط سخر داخل وإيديه موصادين جالس في الكرسي ومرتاح ما باينش علي الخوف او الضعر بحال ليلى ما امتاهمينوش بجريمة قتل الضابط سامير جالس مقابل معاه وحاط قدامه ملف فتحوا وهزت صور حطهم قدام صخر وهي الصخر واحدة فيهم كيشوف إلينا مطعونة في كرشها عدة طعنات فوق الناموسية اللي ولات حمره بالدم هاي الصورة خورا وشاف الزكين باش طعنات مليوح جنب السرير وفيه الدم اضحك وحط الصور والتكام رجعها صلوه رجعت به الداكرة فاش كان محا خاتير وصون عليه التاليفون شاف النمرة ما مقيتاش وما جاوبش حتى صونات مرة خورا فاش خرج الباركم جاوب وكانت إلينا يلا بغي خاصم عليها حيث ما دارتش بكلامه حتى قالت ليه جوجد كلمات وقطعات كان خاصو يمشي عندها ضروري خرج واتاجه الفيلا ديالها ادخل بعد محل ليه الحارس الباب ادخل داخل ولقاها قال صف الصالة قال ليها سخر هاو دي اشنو قلتي بغديري قالت ليه إلينا صخر الهدرة ماشي هنا تبعني طلعت الفوق لبيتها ودخلات كتسلنا فيه احتخلط عليها ازدح الباب بالجهب وبعنا فيه محصة بالدرجة كبيرة قال ليها رجعي منين جيتي خدمتك سالات هنا رسميا وهي تقول له إلينا صخر قال ليها إلينا ما تنسيش راسك شكون وهي تقول له ويش عف قال ليها صخر رجعي الأمريكا قدمي تقريرك وما نبقاش نسمح حسك حتى نرجع إلينا قالت له كانت منى توصل مبتغاك وترجع لينا دغيا قربات منه دماته بقوة ابقى واقف بدون حركة قربات فمها حدا ودنه قالت ليه عمري ما غدا نمساك حييد ليها إديها وبعد وعطاها بدهرو تم خارج وقال ليها حضي راسك نزل من دروج وخرج مع الباب وركب في التموبيل دياله ورجع الفيلا حتى كيلقى مو مخرجين هالمسعفين نرجعوا لحاضر حل عينيه وشاف بالضابط اللي قدامه كيهضر ويعطيه في الأدلة اللي كتأكد بللي هو ملاها وهو اللي قتل إيلينا وطعنها حتى الموت قال لي من هادشي كله اللي قلتي كاينين شي بصامات في دكس لاحد الجريمة سامير قال لي أكيد واحد بدكائك ما غاديش يخلي البصامات مورا ولكن كاين التليفون ديالها فيه نمرتك مصونية عليك وانت آخر واحد هضرت معك وكاين الشاهد العساس اللي شافك داخل عندها وكيف خرجتي طلعات الخدامة لبيتها ولقاتها مقتولة نزيدك ولا باركة سخر قال لي اوه هادشي محبوك مزيان سامير قال باستهزاف شنو بغي تقول اذا عماشي حد دارها ولصقها فيك سخر بهدوء مريب قال كل شي ممكن وقف سامير وقال من الأفضل توكي المحام حيث ما غاديش تخرج منها كيف قدن وعيط الجوج دا رجال وقال لي هوم هبطوه لتحت وهو يقول سخر منحقف مكالمة ولله مد ليه واحد فيهم التليفون وبعد عليهم شوية وعطاهم بظهر دوز نمرت سيراج وقال ليه سيراج فينك مالك ما باقيش رجعتي سخر قال سمعني مزيان وقعوش يحويش وغادي نبقى محبوس وحد المدة سيراج قال ليه كيف هاش قال ليه سخر واسمع بنادم رد بالك وتهلف الواليدة را وصلتني الخبار فقط قول ليها سافرت على شي حاجة ضرورية وغادي يرف أمانتك أخويا وهو يقطع مد التليفون للشرطة وتحركها بطهل تحت حتى يدوز من المحاكمة الأخبار دغيت نشرات في المراكز الأخرى ووصلات لعمر وموراد ورانيان اللي تصدموا من الخبر أمشى عمر هدر مع العقيد لأنه مقرم من سخر وطلبه يتدخل وذاك شي اللي دار العقيد دار اتصالات والقبيل للقضية ما سهلاش خرج عمر زعف وتلاقى بالعاميد جاي المكتب العقيد خنزر فيه أما العقيد كان وجهه معتال هي ابتسامة حقيرة كتدل على الخط كانت ساندي قلتها في بيتها كتغني وكتلعب بشعرها وكتسنى غير إنتيجيل عندها صخر توحشاته واخها غبر غير ساعات جل ليل ورجع سيراج للدار من بعد ما طمأن على حالة النوم طلع البيت ودوش وبتلح ويجو ووقف قدام الباب دق ودخل لقاها قدام البالكون هاي زور دا كتقدها في شعرها وكتدن سيراج دار تلفتت ساندي وبقاد كتشوف فيه شحار وهي تقول له بلا شك انت سيراج سيراج شاف فيها باستغراب وجه كله مقموش وفيه دراب حمرين وقال لها شنوق عليك شكون دار فيك هاد الحالة قالت ما تديرش في بالك فينا هو سخ سيراج قال كان دول ما في خبارك شبيل الوالدة طاحت من تروج ودينها السبيطار ساندي قالت مسكينة وش ماتت سيراج قال الله هي بخير الحمد لله عوجات زفتها وقالت اه واش مازال ما رجع سخ هو يقول لها سيراج هاد شعلة جيت لعندك سخر بتقبط في الحبس ساندي ترتقات في عينيها ما متقيقاش اشنو قال وقالت لا مايمكنش قال ليها سيراج تاصل بيا ووصاني عليك ما عندك علاش تخاف رأس اخر هادا غدا ولا بعدو تلاقيه قدامك ساندي قالت علاش دخل الحبس وهو يقول لها سيراج هو ما قال لي يا والو ومن اللي هدرت مع عمر قال لي باللي متهم بجريمة قتل شي وحدة اسميتها إلينا قالت صلقوطة كان عليا قتلها فاشت تاحت لي الفرصة دابة بسببها صخر محبوص سيراج تصدم صدمة ولاتية العبعاد شكون هادي اللي قدامه الله أعلم وزادت فاشتاتك تهرس أي حاجة وصلت لها وتسب وتحلف على أشخاص مجهولين بالنسبة لي مفهم وعلوم واش هادي هي غادير نفسها خرج وخلاها في نوبة الغضب اللي فيها ودخل بيته هو براسه دهز عليها النهار طويل ومتعب الأم دياله طاحت وكانت غير شوية وتموت وفجأة أخوه دخل الحبس في ظروف غامضة وزاد هاد الحالة اللي شاب فيها غادير والهضرة اللي اسمع من بعد ما هرسات وشخشخات البيت واللي فيه هزات التليفون وهضرات مع الخدامة طلع عندها دخلت الخدامة والخوف باين في عينيها وقفت بعيد على ساندي وكتشوف في البيت مقلوب سفاه على العلاه ساندي شفت فيها بعينين حمرين وقالت لها خرجيني من هاد الدار خدامة قالت وهي تقول لها ساندي عاونيني نخرج من هاد الخربة إلا ما كانش فيها صخر ما عندي ما ندير فيها تحركي تاصلي بشي تاكسي وقولي ليه تسنى في الباب اللوراني ديال فيلا يا كاين بعدها خدامة قالت شنوه وهي تقول لها ساندي الباب اللوراني يا هاد المكلخة قالت لخدامة آه آه كاين ولكني لعرفوك مشيتي غادي جري وعليا ونخسر خدمتي ساندي قالت لها شنوه اللي أهوان تخسري خدمتك ولي حياتك حياتي لما عاونتينيش غدا نقول لي هوم انتي اللي دفعتي ديك الشرفة وصخر أكيد غادي تيق حبيبته كاينة ولا لا خدامة قالت والله أنا ما درتها والله ما أنا اللي دفعتها را وهي تقول لها ساندي عارفة ماشي انتي ايوات حرقي وديري ذاك شي اللي قلتليك مشات الخدامة وتاصلت بتاكسي ووصاتوا يتسنى قدام الباب اللوراني عاونات ساندي حتى بتلاد واخدات لي هات تليفون ديالها ما بغاتش تهز ديال غادير ليكون فيه جهاز تعاقب كانت لحظات ديال ليه لحاركة قليلة في الفيلا هبطات الخدامة ساندي في المسعد وخرجاتها من باب الكوزينة دازوا من الجردة الخلفية وفتحات الباب اللي كان أصغر من البوابة الأمامية بالي هات تاكسي وهاقف ودفعات بساندي الكرسي وخرج السائق كي يشوف فيها بشوفات شفقة ما كرهاتش تدوذ عليه ولكن ماشي وقته عاون الخدامة حتى طلعوها وحط الكرسي في الكوفة وطلع وهبطات ساندي الزاجة ووجهات هضرتها الخدامة قالت ليها إيلا حليتي فمك غادي تجيبيها غير فراسك ما تنسايش زاد التاكسي وساندي باقي كتشوف في الخدامة حتى غبرات حطات الخدامة إدها على صدرها اللي كيدرب بسرعة دخلات كتجري الفيلا وكتمنى معمرها باقي تشوف ساندي في حيادها وصل سائق التاكسي ساندي لأحد اللوطيلات كيف طلبات عاونها حتى قلصات في الكرسي وخلصاته مزيان ودخلات اللوطيل وخدات غرفة وغير وصلات هزات التلافون دي الخدامة اللي خدات وتقدات الحوايج وقاعدة كشي اللي خاصها واللي غادة تحتاج أونلاين قطعت تدكيرا دي الصباح وطلبات أكل وجافوه لها قلات ونعسات وكتسنة يصبح الحال وتغادر هاد البلاد على الفور قالت ساندي غادة نمشي نسترجع رجلية ونرجع عند حبيبي بهذا الحالة ما غادة نفع راسي ولا نفعه هو واحتدك شي اللي باقي تابعني خاص ننكمله أول مرة نعس وعارفة هاديك المنون خاما غاداش تفيق أخيرا استسلمات وهناتنا من وجودها نعسات ساندي مرتاحة وكتفكر في صخر واشنو مخبي ليهم المستقبل أكيد غادي يرجع ويتلاقاه ويتجمه دابا ما بقيتش غادي رعائق بيناتهم ما عادة هاد الإعاقة المنحوثة اللي غادت تغلب عليها بعزيمتها وإسرارها ترجمة نانسي قنقر